موسيقى النشرة المغربية من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم بداية عبرت وزارة الخارجية الموريطانية عن ارتياحها لفوز الجزائر بعضوية مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة واكد بيان صادر عن الوزارة ثقة موريطانيا في ان عضوية الجزائر في مجلس الامن الدولية ستضيف لهذا المحفل الاممي صوتا قويا واورد البيان ان صوت الجزائر في المجلس سيساهم في الدفاع عن القضايا والمصالح الاستراتيجية العربية والافريقية وفي تعزيز السلم والامن العالميين وانتخبت الجزائر لعضوية غير دائمة بمجلس الامن مدة عامين ابتداء من جون في الفين واربعة وعشرين قال عضو الامنة الوطنية لجبهة البوليزاري وممثلها بالامم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسوسيدي محمد عمار ان دولة الاحتلال المغربية عادت الى ابراز مهرتها في مجال التضليل والتلفيق والاكاذيب السافرة مضيفا في بيان صحفي ردا على اكاذيب المخزن بشأن تجديد اطفال صحراويين ان العديد من وكالات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبية والوكالات الدولية لم تدعم ايا من هذه المزاعم الباطلة يجدد نظام المخزن ترويج اكاذيبه المفضوحة لتشويه الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء وود ذهب أمام المجتمع الدولي فيأتيه الرد المفحم من القيادات الصحراوية وبالحجج الدامغة بعد خرافات اتهام جبهة البوليزاريو بإيواء مقاتلين أجانب وتسلحها بطائرات مسيرة أجنبية عاد النظام المغربي لتسويق مزاعم واهي بشأن التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين عاد ممثل دولة الاحتلال إلى الظهور لإبراز مهارته التي لا نظير لها في مجال التضليل والتلفيق والأكاذيب السافرة يتعلق الأمر بمساهمة خطية قدمت إلى مؤتمر أسر الدولي بشأن التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين التي سبق دحضها من قبل جبهة البوليزاريو ولأن مندوب نظام المخزن في الأمم المتحدة المدعو عمر هلال تعود على مثل هذه الممارسات فقد سعى لتوريط القيادات الصحراوية بوقائع زائفة أبطلتها الأمم المتحدة والوكالات الدولية الناشطة في المخيمات منذ عقود العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية تعمل في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود ولم يدعم أي منها هذا النوع من الادعاءات القيادة الصحراوية نصحت المندوب المغربي بالكث عن نشر ادعاءات كاذبة عن الأطفال الصحراويين والاهتمام بالوضع المخزي والبائس للأطفال في بلادها بدلا من نشر ادعاءات كاذبة عن الأطفال الصحراويين الذين يتعرضون يوميا لفضائع ينذلها الجبين في الصحراء الغربية المحتلة كان ينبغي لممثل دولة الاحتلال المغربي أن يشعر بالقلق إيزاء الوضع المخزي والبائس للأطفال في بلدها لجوء نظام المخزن إلى الأكاذيب يعكس فشله الدريع في إثبات أحقياته في السيادة على الأراضي الصحراوية المحتلة بعدما فضح أمام العالم ورهن سيادته بتطبيع مشبوه مع الكيان الصهيوني في غضون ذلك أعلن الصحفيان المغربيان المدافعان عن حقوق الإنسان دنيا وعدنان فلالي المقيمان بفرنسا عن وقف إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر لسبعة أيام لأسباب صحية واستجابة لنصائح الأطباء وقالت الصحفية الدنيا فلالي في مقطع فيديو إن هدفها سيبقى التعريف دوما بالاضطهاد العابر للقرات الذي يمارسه النظام المغربي بحقها واستعماله شتى الوسائل غير القانونية المنافية لحقوق الإنسان ضدها وسابق للصحفيين المغربيين أن اشتاكيا مؤخرا من تضييق ممنهج عليهم من قبل السلطات الفرنسية خدمة لنظام المخزن بعد سبعة أيام من الإدراب المتواصل عن الطعام قررنا اليوم وندرا لظروف الصحية وبعد نصائح عدة أطباء قررنا التوقف عن الإدراب عن الطعام أن هدفنا ليس هو الوفاة أو الموت لكن هدفنا الأسمى هو التعريف بالاضطهاد العابر للقرات الذي يمارسه النظام المغربي باستعمال جميع الوسائل اللا قانونية واللا حقوقية واللا إنسانية ضدنا ومن هنا أريد أن نشكر الصحافة الإسبانية الصحافة الجزائرية الصحافة الصحراوية الصحافة الألمانية الصحافة الهولندية أريد أن أوجه الشكر لكل المغارب الأحراب كشف مجمع أسميدال الجزائري في بيان الله رفض محكمة التحكيم الدولي عددا من الطلبات المقدمة من مجمع فيلارمير الإسباني ضده في نهاية إجراءة التحكيم معربا عن أسفه لأن الرفض جزئي بخصوص شركة مخصبات الجزائر فارتيال حيثية القضية تعود إلى 2018 و2019 حين أطلقت إجراءات التحكيم الدولي ضد مجمع أسميدال وجاء في بيان المجمع أنه يعكف حاليا على دراسة وتحليل عناصر وأساسيات هذا الحكم كما أنه يحتفظ بإمكانية اللجوء إلى إجراءات النقد لحماية حقوقه في إطار التحكيم الدولي في ليبيا أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيب الخميس أن حكومته أعادت ليبيا إلى مصاري الاستقرار وأضف في حوار خص به وكالة نوفا الإيطالية خلال زيارته إلى روما أن هناك أطرافا داخلية تسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية الانتخابات عقدة ليبيا التي لم تفك بعد وقد طال أمد الوصول إليها بمحاولات داخلية تقترب حينا وتبتعد أحيانا أخرى وقبلها بـ 12 عاما عانى الليبيون أزمات سياسية وأمنية فيما تكثف حكومة الوحدة الوطنية الليبية من جهودها لإعادة الاستقرار إلى البلاد لمدة 12 عاما ظل هذا القطار المسمى ليبيا خارج المصار حاول الكثيرون الحصول على هذا القطار لمصلحتهم الخاصة لقد وضعنا القطار على مسارة الاستقرار والآن نريد أن نوجهه نحو مستقبل عظيم لأن ليبيا أمامها مستقبل مشرق عرقيل داخلية تقف عائقا أمام تحرك نحو الانتخابات رغم الضغوط الأممية مجددا يتهم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أطرافا داخلية تسعى حسبه إلى تمديد الفترة الانتقالية وبطرق مختلفة وفي هذه المرحلة يرهن قانون الانتخابات المنتظر خروج البلاد من الانسداد السياسي القانون لم ينل التوافق في بعض شروط ترشح لدينا مشكلتان مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات يجب أن يكون هذا القانون متوازنا وعادلا ومصمما لجميع الليبيين دون استثناء لو أقر هذا القانون اليوم لا أجريت الانتخابات غدا ولعل ما يفهم من آخر تصريحات الدبيبة من العاصمة روما بحسب مراقبين تأكيد حكومته على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الاقتراع فيما تبقى شروط ترشح للانتخابات محل خلافة فشلت أمامها لجنة 6 زائد 6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية في التوقيع على أعلان يطرح الصيغة النهائية له رغم التهليل ببلوغ التوافق في موضوع آخر قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة إن زعماء إيطاليا وهولندا المفوضية الأوروبية سيعلنون على الأرجح عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتونس خلال زيارة مطلع الأسبوع وقالت ميلوني إن حزمة المساعدات الأوروبية المقرر الإعلان عنها ستمهد الطريق أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي مشيرة إلى احتمال اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام وستسافر ميلوني ونظرها الهولندي مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فندرلاين إلى تونس الأحد سعيا لإحراز تقدم في إلغاء العقبات التي تعترض تونس أو حصول تونس على قروض من الصندوق انتهت النشرة المغربية للمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة